إذا قررت نزول للوزن وكانت طريقتك بيقطع الدهون فهذا الفيديو موجه لك فاتمنى أنك تشوف الفيديو للنهاية عشان ترفع الموضوع بشكل كامل هناك حقيقة أغلب الناس عارفينها بس حاب أني أذكركم هناك دهون أو أحماض أمينية أساسية وهناك أحماض دهنية ودهون أساسية ولكن لا توجد هناك نشويات أساسية هذا يعني أن الجسم غير قادر على القيام بالعمليات الحيوية عند غياب البروتين مثل الدجاج واللحم والسمك والبيض أيضا غير قادر على القيام بالعمليات الحيوية أثناء غياب الدهون والأحماض الدهنية الموجودة بزيت الزيتون وزيت جوز الهند والسمنة والزبدة الحيوانية وصفار البيض ولكن عند غياب النشويات مثل الخبز والأرز والمعجنات والعصائر والحلويات الجسم قادر على البقاء على قيد الحياة وقادر أيضا على القيام بالعمليات الحيوية على أكمل وجه فمثل ما ذكرنا أنه الدهون والأحماض الدهنية حاجة أساسية هذا يعني أن الجسم غير قادر على العيش من دونه فمن غير ما نطول بهذا الفيديو خلينا نذكر ماذا يحدث للجسم عند قطع الدهون الطبيعية الصحية وعشان نشرح الموضوع أكثر فرح نحتاج إلى صبورة فالأشياء اللي رح تصير للشخص إذا امتنع عن تناول الدهون بنظامه الغذائي رقم واحد أنه رح يمنع أو رح يبطئ من عملية نزول الوزن كيف يعني هذا يعني أنه الشخص إذا ما استهلك الدهون بكميات على حسب احتياجه هذا الشيء رح يزيد بشكل كبير من الشعور بالجوع وإذا الشخص شعر بالجوع هذا يعني أنه رح يتناول المزيد والمزيد من السعرات الحرارية وزيادة عدد الوجبات ومع زيادة السعرات الحرارية وزيادة عدد الوجبات بكذا الشخص رح يواجه صعوبة شديدة بنزول الوزن لكن إذا حرص الشخص أنه يستهلك كمية كافية من الدهون بكذا رح يحس بالشبع المستمر طوال اليوم وطوال الالتزام بالنظام الغذائي بكذا رح ينجبر الشخص بتقليل السعرات الحرارية وتقليل عدد الوجبات فبالتالي رح يساعده بشكل كبير بنزول الوزن حتى إذا كان هدفك نزول الوزن فاحرص دوما على إضافة الدهون ضمن نظامك الغذائي أيضا من الأشياء اللي ممكن تواجهها أثناء قطع الدهون اللي هو سوء التغذية أو نقص بفيتامينات مهمة يحتاجها الجسم مثل إيش هذه الفيتامينات؟ هناك عائلة من الفيتامينات تسمى بالفيتامينات الذائبة بالدهون هذا يعني أنه هذه الفيتامينات متواجدة أغلب الوقت بالمصادر الدهنية هذا غير أنه هذه الفيتامينات الذائبة بالدهون تحتاج إلى الدهون الموجودة بالغذاء لمساعدتها بالهضم والامتصاص مثل إيش هذه الفيتامينات مثل فيتامين A فيتامين A المهم جدا للحفاظ على صحة الجلد والبشرة ونظارتها أيضا مهمة جدا لرفع المناع أيضا فيتامين E المهم جدا إلا ليحافظ على صحة الأوعية وصحة القلب ووظيفتها أيضا فيتامين D الغني عن التعريف اللي له الدور جدا كبير بالحفاظ على صحة العظام أيضا برفع المناعة ورح يساعد بشكل كبير على تحسين المزاج أيضا فيتامين K المهم جدا في عملية تخثر الدم إذا كنت من الأشخاص اللي حاول قدر الإمكان على تجنب الدهون فبكذا رح تواجه مشاكل وعراض مزعجة مثل جفاف الجلد وزيادة الالتهابات في الجلد مثل الإكزيمة أيضا رح يقل بشكل كبير من عملية التئام الجروح سوانا جروح السطحية أو حتى الجروح الموجودة داخل الجسم التي لا ترى بالعين هذا غير أنه رح يأثر بشكل كبير على المزاج ورح يزيد من الفرصة بحدوث مشكلة الاكتئاب أيضا رح تقلل من عملية الإنجاب ورح تزيد من حدوث مشكلة الكدمات بكل سهولة رح يأثر على صحة الأسنان ورح يزيد من مشكلة تساقط الشعر أيضا رح تزيد من مشكلة آلام العظام والمفاصل والعضلات المزمنة إذا كنت تواجه أكثر من علامة من العلامات اللي ذكرناها فهذا على الأغلب أنك تعاني من نقص من هذه الفيتامينات الذائبة بالدهون بيحرص دوما على تناول الدهون وبكميات كافية أيضا تجنبك للدهون رح يأثر بشكل كبير على صحة الدماغ ورح يقلل بشكل كبير من القدرة الإدراكية الذاكرة والتركيز وهذا الشيء متوقع جدا أنه رح تتضرر بشكل كبير من صحة ووظيفة الدماغ ليش؟ لأنه 75% من تركيبة الدماغ هي عبارة عن دهون وكولسترول وإذا الشخص ما حرص على أنه يتناول الأغذية العالية بالدهون هذا الشيء رح يأثر بشكل كبير على خلايا الدماغ أيضا على الأعصاب الطرفية لأنه الأعصاب الطرفية مغلفة بغيشة دهني يحميها من أي ضرب وتلف أيضا هذا الغلاف الدهني المحاط في جميع الأطراف العصبية رح تساعد بشكل كبير في عملية نقل النواقل العصبية فامتناعك للدهون رح يأثر على خلايا الدماغ ورح يأثر على الأغشية الدهنية هذه كلها رح تزيد العرضة من الإصابة بمشاكل وأمراض مزمنة على مستوى الجهاز العصبي مثل الخرف والزهايمر نقطة الرابعة للأشخاص اللي عندهم خوف شديد من تناول الدهون إنه رح يأثر بشكل كبير من صحة القلب والأوعية الدموية للأسف بعض الأشخاص عندهم اعتقاد خاطع حول صحة القلب والأوعية الدموية فإذا كان هذا هدفهم فيحاولون قدر الإمكان بتجنب الدهون والأغذية العالية بالدهون هذه طريقة غير صحية أبدا ورح تعود بالسلب على صحة القلب والأوعية الدموية ليش؟ لأن الدهون تحتوي على أحماض دهنية أساسية لا تتواجد إلا في الأغذية الدهنية مثل الأوميغا 3 الأوميغا 3 من الأحماض الدهنية الأساسية المستحيلة للجسم يعيش من غيرها وتكون متواجدة بكثرة في الدماغ أيضا موجودة في القلب فرح تحافظه بشكل كبير على صحة القلب وعلى وظيفته ورح تحافظ أيضا على ليونة الأوعية الدموية فبكذا رح نقلل العرضة من الإصابة بارتفاع ضغط الدم أيضا الأغذية عالية بالدهون تحتوي على فيتامينات الذائبة بالدهون مثل فيتامين E فيتامين E له دور جدا كبير بالحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية فحتى وإن كان هدفك الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ضيف الدهون وأبدا لا تخاف من أنك تضيف الدهون بنظامك الغذائي ولكن اختار دهون طبيعية صحية الجسم يكون قادر على استخدامها والاستفادة منها رقم خمسة إذا كنت تجنب الدهون فرح تأثر بشكل كبير من إنتاج هرمونات أساسية مهمة جدا مثل هرمون التستاسترون اللي هو هرمون الذكورة وهرمون الاستروجين اللي هو هرمون الأنوثة فبالنسبة للذكور إذا تأثرت من هرمون التستاسترون هذا الشيء رح يأثر بشكل كبير على إنتاج الحيوانات المنوية ورح يقلل بشكل كبير من القدرة الجنسية ورح يقل من كتلة وكثافة العضلات أيضا انخفاض التستاسترون عند الرجال هذا الشيء رح يأثر بشكل كبير على المزاج أيضا رح يأثر على جودة الحياة بالنسبة للنساء فإن خفاض هرمون الاستروجين رح يأثر بشكل كبير على اضطراب الدورة وبكل بساطة عدم القدرة على الإنجاب فإحرص وإحرصي قدر الإمكان على إضافة الدهون مع نظامك الغذائي رقم ستة وآخر نقطة أنه ممكن يواجه الشخص القاطع للدهون مشاكل صحية فرح نتكلم بهذا الفيديو عن مشكلة صحية وهي حصوات المرارة وارد جدا للشخص اللي امتنع عن تناول الدهون أنه واجه هذه المشكلة وهي مشكلة حصوات المرارة لأن وظيفة المرارة والعصارة بشكل عام تحتاج إلى الدهون لمساعدتها في عملية الانقباض ونقل هذه العصارة من المرارة إلى الجهاز الهضمي ولكن هذا الشخص امتنع عن تناول الدهون بكذا ما رح يكون هناك تحفيز للمرارة بعملية الانقباض بكذا رح يكون هناك ترسب في العصارة المرارية داخل المرارة هذا الترسب بالعصارة المرارية داخل كيس المرارة بكذا رح تزيد العرضة من تكون حصوات المرارة احرز دوما مهما كان نظامك الغذائي على إضافة الدهون الطبيعية الصحية والمعلومات المنتشرة عن قطع الدهون هي معلومات صحيحة ولكن هم يقصدون الدهون الغير صحية مثل زيوت الطبخ المعالجة بزيوت نباتية والدهون النباتية المهدرجة والدهون المتحولة هذه كلها دهون ضارة وللأسف موجودة في أغلب البيوت حاول أنك تتجنب قدر الإمكان من أكلات المطاعم لنا على الأغلب عالية بالدهون الغير صحية وحاول إضافة وتوفير الدهون الطبيعية الصحية وتحضير الوجبات بالمنزل مع إضافة دهون طبيعية صحية تعتمد عليها ومن هذه الدهون الطبيعية الصحية مثل زيت الزيتون زيت السمسم الأفوكادو والدهون القادمة من البذور مثل بدور السمسم بذور الكتان بذور الشية والمكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو والفستق هذه كلها أكلات تحتوي على دهون طبيعية صحية الجسم يكون قادر على الاستفادة منها وغنية بالمغذيات أيضا الأسماك الدهنية من الأكلات البروتينية الصحية مثل السالمون والسردين أيضا الدهون المشبعة من الدهون الصحية مثل الدهون الموجودة بصفار البيض والشحوم اللحوم والزبدة والسمنة الحيوانية الطبيعية لكن احذر من أنك تبالغ من تناول كمية الدهون عالية لأن هذا الشيء يؤثر سلبا على الصحة وممكن الشخص الذي يبالغ بتناول الدهون سيواجه مشكلة سمية الدهون وإذا حابين نتكلم أكثر عن هذه المشكلة اللي هي سمية الدهون اكتبوا لي بالتعليقات وإن شاء الله رح نصمم فيديو خاص يتكلم عن هذا الموضوع والكمية المعتدلة من الدهون أكيد يختلف من شخص لآخر ولكن الكمية المناسبة تكون من 20 إلى 40 قرام بالوجبة كمية كافية جدا وأيضا 75 قرام من الدهون في اليوم هذه تعتبر كمية معتدلة ومناسبة بكذا نكون ننتهينا من هذا الفيديو فإذا عجبك الموضوع تمنى الضغط على زر الإعجاب وإذا ما كنت مشترك بالقناة فيسعدني ويشرفني الاشتراك بهذا القناة لأن بهذا القناة نهتم أكثر بالموضوع التي تهم خسارة الدهون واسترجاع الصحة ويعطيكم الفحافة